السلام عليكم أصدقائي من جميع المناطق والدول سنقرأ للبرج صاحب الشخصية القوي جدا القادر من خلالها تجاوز كل العقبات والعرقيل التي اجتواجهه هو دائما مصر يحقق أهدافه وطموحاته التي يسبو إليها وإن شاء الله دائما سيكون النجاح حليفه أكيد أنا بحكي عن البرج الرائع جدا برج العقرب الرجاء من الجميع اللايك التشجيعي والأشخاص الجدد على القناة ما ينسوني بالاشتراك ومهم جدا يفعلوا زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى وللتواصل على طريقة الواتساب بتلاقوا رقم الواتساب تحت سبل الفيديو بسندوق الوصف ومراتا بكتبه في التعليقات لنرى يا أصدقائي شو مخبالكو في الأحداث القادمة بإذن الله تعالى هناك خيبة آمال من شخص عزيز على قلبك وما كنت تتوقع منه الغدر والخيانة والخيانة ولكن يا صديقي اتقي شر من أحسنت إليه وإن أكرمت الكريمة تملكته طب إني أكرمت اللئيمة تمرده فهذا الشخص لئيم ورح يبين حقيقته أمامك وما رح تضلك مخدوع فيه اتطلع على الكوب المليان يا صديقي يا برج العقرب وليس على الكوب المجال الفاضي كيف يعني على الكوب المليان يا أصدقائي أنه هذا الشخص بيّنت حقيقته أمامك وبيّن أنه ما بيحب لك الخير ودائماً كان يحاول تشويح سمعتك أمام الأشخاص اللي من حولك فهو بحياتك كالثعبان هذا الشخص من الأبراج الترابية احذر من هذا الشخص تشعرون في التعب والإرهاق الجسدي وتشعر أنك مش قادر تقوم بأعمالك زي ما أنت متعود بطريقة رائعة جداً حاول قدر المستطاع أنك تعيد ضبط أمورك وبرنامجك اليومي هناك العديد من الأعمال التي تقوم بها ما منها فائدة وما بتعود لك بالنفع بس بتضيع وقتك فيها وأيضاً بتمدك بطاقة سلبية اللي هو ما بيصير فيه عندك إنجازات أو أي إشي تفتخر به لا تتردد أنك تأخذ قرارات حاسمة في الأمور المهنية اللي ما إلها داعي وركز على الأهداف التي تسبو إليها لأنه هناك مكاسب مالية ستحصل عليها من أعمال إضافية خلاف العمل الأساسي اللي أنت قائم عليه فحاول إنك تخلي فيه وقت ازياد إليك للأعمال الأخرى مثل الأعمال الإضافية والأعمال المشتركة وستلاحظ إنه هناك فيه فرص رائعة جداً ستعود لك بالنفع وبالدخل المادي الجيد استلقى العديد من الدعوات إلى مناسبات سعيدة ولكن ستخلف ببعض الدعوات بسبب ضغوطات الحياة وأيضاً أعمالك المهنية حاول قدر المستطاع إنك تذهب إلى حفل زفاب لأحد الأشخاص المقربين من حولك إنك ستلتقي بأشخاص رائعين جداً وأيضاً ستتحدث معهم بأمور رائعة ستعيد لك بالنفع وأيضاً بالطاقة الإيجابية وراح تكون معهم صدقات في الأمور المهنية وشراكات أيضاً تعود لك بالنفع هناك شخص كانت تربطك فيه علاقة رائعة جداً مليئة في الحب والكلمات الرومانسية واللقاءات الرائعة هذا الشخص خيب آمالك وما أوفى بالوعود اللي أوعدك فيها هذا الشخص سيرجع ويحاول أنه التواصل معك من أول وجديد أنه يرين عليك تلفون أو مع خبر أحد الأشخاص اللي كان يعرف بهذه العلاقة بعد ما جرب غيرك عرف أنه أنت جوهرة صافي حاول قدر المستطاع أنك لا توافق على العودة لهذه العلاقة وخصوصاً أن هذا الشخص جربته وما أوفى بالوعود لأنه دائماً يا صديقي